بس أن نفتح أيضا كما أشرنا قبل قليل مشاهدين الكرام ملفنا للنقاش في هذا الموضوع بمحاور ثلاث كوفيد تسعة عشر يعود للارتفاع وتسجيل إصابات بمتحور دلتا الجزائر أمام واقع وبائي مخيف وزارة والصحة تقترح ضوابط جديدة لولوج الأماكن العامة مشروع أيضا المناقشة تصرفات سلبية واستهتار بالتدابير الوقع الوقائية مظاهر تزيد من تفاقم الوضع الوبائي كل أداء أكثر مع البروفيسور محمد يوسفي الدكتور محمد يوسفي رئيس مصلحة الأمراض المعندية مساشفة بفريك بالبوليدة سباك سعيد سيد الكريم شكرا لقبولكم على الدعوة كما سيكون معنا بعد قليل الدكتور عمر شباط إلى قصة الأمراض الصدرية والتنفسية ليشاركنا النقاش أيضا في هذا الموضوع دكتور أبدأ معك النقاش ومن أين نبدأ النقاش لأنه تحدثنا كثيرا ومطولا عن كوفيد-19 في الجزائر وقضية التدابير الوقائية والاحترازية والانتشار الموجة الأولى الثانية اليوم بعض الدكات يقولون بأن الجزائر أمام موجة ثالثة كوفيد-19 يعود للارتفاع وتسجيل أيضا إصابات بمتحور دلتا هذا المتحول الذي أيضا يطرح العديد من علامات الاستفهام ودخل إلى الجزائر كيف دخل إلى الجزائر على كل يمكن أن نتفق بأننا أمام واقع وبائي مخيف بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الشمسالين السلام عليكم حتلا بارتو بالطبع أخترق عندك سميها موجة ثالثة رابعة رانا في موجة ورانا في انفجار رحيب للحالة الوبائية خاصة في الأسبوع الأخيرة وخاصة في الأسبوع الأخير وهذا شيء رحنا نلاحظه إحنا في الميدان رحنا نمشيه مع الوضعية الوبائية منذ الآن رحنا في الشهر السبع عشر منذ بداية الوباء منذ الحالات الأولى في الجزائر والتي كانت بالضبط في بوفريك ومنذ الأول ودائما قلنا من الأول ككل الإنسانية هذه الجائحة هذه وهذا الوباء وهذا الفيروس لازم رايحين نعيشوا معاه رايحين لازم نتأقلموا معاه قلنا عدة مرات وقلنا موضو أكثر من 16 شهر قلنا باللي الفيروس ما وش رح يروح فيه عام ولا في عامين ككل الأوباء أو كل الفيروسات لاني رايحين نتحكموا فيه تدريجيا وخاصة الآن مع التلقيح ولكن لازم نديروا في بالنا بني نعيشوا معاه للأسف للأسف عند أكبير المواطنين الذهنيان تاع لخلاص الوباء منباشرة بعد تحسن الوضعية الوبائية خاصة ما بين شهر ديسمبر وأواخر مارس بالنسبة لناس خلاص الوباء راه ورانا وهذا غير معقول ورانا نخلصوا في هذه اليامات خاصة نحن مهني الصحة كما قلتك اللي رهم بدون قطاع منذ 17 شهر وفي حالة انتع تعبوا إحباط كبير بدني ومعنوي وهذا المسلم الصحة اللي عندنا مسؤولية موش تاع الكوفيد ولكن مسؤولية كل المنظومة الصحية وهذه اللي تأسفوا لها وفي نفس الوقت مدمرين منه مدمرين منه لأنه اللي نشوف نشوف الناس ما على بلاش الناس لا تبالي بالمسؤولية هذه وللأسف الجزائري هذك الأنانية هذه بالنسبة حتى في الصحة التاع وحتى في المسؤولية التاع ومع العيلة التاع ومع المجتمع الأنانية هذه لأنا ما كان ولو وأنا ما لبليش بهذا المرض وهذه الذهنية هذه لأدت إلى الوضعية اللي رأنا فيها والنقطة الثانية ونعود نقولها غياب التام للسلطات الأممية بالنسبة لتطبيق الإجراءات الوقائية قلناها عدة مرات عدة مرات كل بلدان تاع العالم حتى البلد المتقدمة فيها إجراءات وفيها مراقبة لتطبيق الإجراءات احنا ذكرنا الحق ناظر كرانا ناس ما كانش هذه الإجراءات الوقائية قليلة اللي طبقها خاصة في الأماكن المغلقة وإن كان زحمة وإن كان كما يقولوا لا الاحتكاك ما بين المواطنين اليوم في مشروع تاع الضواب الجديدة في الأماكن العامة سنعود حديث عنه أثناء النقاش لا اسمح لي كيف أنا بالمشاريع احنا نطلبوا التطبيق نروح للآن في المتاجر روح في الشارع روح في الأسواق روح في وسائل النقل العمومي لا قليل 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 يتلقى دير القناة ولا مطبق الإجراءات ومن بعد نشوف الضحايل اللي رأنا نشوفهم وحاليا المستشفى تاعنا مملؤهنا أنا بسأل المثال في وليد البوليدة كولاية اللي رأي من ضرورة كثير رأي الطاقة تاعنا تقريب مملؤهنا في مشفراتنا أكثر من 90% أكثر من 90% من الأسرة مملؤه بالرغم أنه مشفروا فريق منعماه وحتى في وليد البوليدة الأغلبية تاع الأسرة مملؤه ومصلحة الإنعاش مكتظة على آخرها وخاصة أن أخبرت كمسنا في البوليدة منذ أسبوع فتحنا من جديد مصلحة الجراحة اللي كانت كنا بعد حسن الوبائية كنا فتحناها منذ شهرين إلى العمل تعلن تعلن الجراحين ولكن الضريرنا في هذا الأسبوع هذا باش نعود نفتحها وعدنا حاليا أكثر من 100 تقريب 120 سرين لمخصصة بالنسبة للكوفيد وليتمثل أكثر تقريب ما بلاك المستشفى الوحيد في الجزيرة بلاك تمثل أكثر من 80% من الطاقة أنت أنت على المستشفى بكل مصالح بخاطر المصالح أمرك تعال الولادة اللي راهي تعمل بصفة عادية والاستعجالات إذن هذا هذا الانفجار ورانا نشوفه يومين والوفيات عندنا الوفيات تقريب يوميا في المستشفى الشيء اللي ما شفناش منذ شهور منذ شهور ما شفناش أمس برك وفيتين ومنهم رب يرحمهم واحد اللي في عمره 48 سنة والشيء اللي راهي يقيس كل الأعمار إذن هذه الوضعية هذه رانا مسؤولين عليها كمواطنين ومسؤولين عليها كسلطات عمومية مش ونقوله خلاص وكيفاه ونندم لا 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 رب سبحانه قال لك لازم نيسا نياخذ الاحتياط ومعاد يقول لك لا كاتبة كاذبة ولكن هنا ما رانا نديره أي شيء باش نتفاده هذا الوضعية هذه وهذا الوضعية الخطيرة الحرجة واللي راي في خطرة خطرة كبيرة بالنسبة خاصة نحاول نقول المنظومة الصحية والانهيار تعالى المنظومة الصحية أستاذ أو دكتور لو نتحدث قليلا في نقطة أخرى مهمة أيضا حتى قضية الأرقام اليوم المقدمة المتعلقة بكوفيد 19 الأرقام الرسمية عن ما يوجد في المستشفيات طبعا لكن المصابين بكوفيد الذين ذهبوا إلى المستشفى لكن المصابين بكوفيد الذين لم يذهبوا إلى المستشفيات وهنا يكمن الخطر عددهم أكبر وأكبر منذ البداية في كل بلدان نتعلم للمستشفى ونذكر الحالات التي تحقل المستشفى حاليا حالات مستعصية حالات خطيرة حالات طلب كلها الأكسجين اختار الحالات من العام الماضي لحالات المتوسطة والبسيطة هذا خلاص هذا ما يلحقونش المستشفى لأنه حتى تعليمات الوطنية ما يدخلونش المستشفى تكفلوا بهم على الخارج كما يقولون بصفة عند كما يقولون الامبولاتور وشما يكوش الاكتظاظ بالنسبة المستشفى رأينا هذه الحالات الخطيرة وما كفاش الحالات الخطيرة هذه وحالات اللي تجي في كما يقولون في خطرة كبيرة وتطلب كمية كبيرة من الأكسجين وممكن تروح للإنعاش إذن العدد وكان جينا تشخيص المبكر نديره الشام كما يدعي تقول بالعشرات الألاف اللي رأي موجود عشرات الألاف اللي رأي موجود دالبرة وهذا الخطرة التكمن في هذه النقطة هذو اللي توجه إليهم هذا النصائح وهذا التحسيس بالنسبة للإيجادة الوقاية وبالنسبة للتلقيح وباش نلحق المنع الجماعي إن شاء الله في نقطة أخرى قضية كما أشرت أيضا قبل قليل وزارة توصحها تقتلح ضوابط جديدة الأماكن العامة مشروع هو قيد المناقشة الآن ما قولكم لا ولا المشروع هذا اللي رأي يطبق في بلدان يعني الملاقحين الملاقحون فقط هم من يدخلون إلى الأماكن العامة والمغلقة هذا كما يقول الجواز الجواز الصحي الجواز الصحي الباسبور سريتان ولكن هذا قلت لك موجود في عدة بلدان اللي رأي متقدمة بصيفة كبيرة من ناحية التلقيح اللي رأي عندها 50% وأكثر من 50% بالنسبة للتلقيح الجواز جراعتين ولي لحقة قريب رأي قريب وقريب المناع الجماعي اللي لازمنا 70% نرى نبعاد بعاد كثير إذن هذا هذا بالطبع هذا الحل الحل بالنسبة وباش نوضع كما يقول الحد لهذا التهور هذاك حلوا باش نحمي الناس حلوا باش ثانيا نشجعوا الناس يروحوا للتلقيح لي والحل الواحد ولكن يقول تكرر بالنسبة لشي اللي راه موجود للحق بالرغم من الوتيرة هذه كان فيه تسارع في شهر جوا وعلى حسب تصريح حتى عشر ورجين ولكن 4 ملايين وحنا المطلوب مننا أقل شي 30 مليون رأينا بعاد بعاد 30 مليون واش نلحق المناعة الجماعية هذاك الوقت كي نكون قريب المناعة الجماعية هذاك الوقت ممكن نتكلم على الجواز هذا طبقه الآن ومن بعد السلطات العمومية مطالبة يكون طالب هاي يكون طالب للقاح هذاك الوقت وطالب كبير جيب للجرعات إذن لازم يكون عندك كما يقول هذا الواجب بالنسبة للمواطن مواش توفر له الجرع لازمة ومن بعد نطبقه الجواز الصحي نعود إلى قضية الارتفاع في عدد الإصابات والمتحور هذا المتحور دلتا يصبح اسمه دلتا الآن عندك متحور دلتا متحور ألفا يبدو أن المتحور دلتا أخطر من متحور ألفا على كل منظمة الصحة العالمية أطارت قلقا كبيرا بعدما أعلنت أن متحور دلتا من فيروس كورونا في طريقه ليصبح السلالة السائدة في العالم الآن وتم تشخيص عدد من الإصابات في الجزائر بهذا المتحور متحور دلتا ماذا يمكن نقول في هذه النقطة أخطر قبل كل فيروسات فيها تغيير وفيها تحورات يومية وحتى فيروس كوبيد 19 وفي كل حق النوع من التغيير يكون جدري كبير هذا الوقت يصنف من طرف منظمة الساحة بالتحور المقلق والتحور المتواصل هذا وهذا رانحل حاليا كان ربعة هذول عندهم أكبر عدوى وإذن أكبر انتشار والأخير منهم هذا المتحور دلتا هو أكبر عدوى من اللي قبله من الألفا والبيتا وفيه أكثر خطورة إذن حاليا هو اللي راه يبدأ يطغى على كل السلالات الأصلية والمتحور الأخرى وراه تقريب في مئة بلد قريب مئة بلد حول 96 بلد اللي راه موجود موجود فيها وراه هذا العدد يزيد مدام هو الأقوى بالنسبة للتحور نحن نحن لدينا موجود النسبة الحقيقية نحن لا تعلم محط بسر لحد الـ 31 ولكن نسبة الحقيقية أكثر لأنه طاقات تشخيص الجيني السيكونساج محدودة بالنسبة لمحط بسر وهذا ليعطي ميزة الخطورة بالنسبة للموجهة اللي رانا فيها لأنه فيه الارتفاع ويكون الارتفاع ويكون فيه السلالة المتحورة تدريجيا تأخذ كما يقول هي اللي تأخذ الأغلبية راح تكون في خطورة أكثر بالنسبة للموجه هذيك ولكن الحل الوحيد بالنسبة لمقاومة هذا السلالة كلها حتى المتحورة دلتا هو الإجراءات البقائية لأنه الإجراءات البقائية هذه تمنعنا من الإصابة بالعدوى لكل السلالة في انتظار التلقيح الجماعي اللي رانا بعد عليه تحدثنا دائما في متحور دلتا الآن 91% من الحالة المسجلة في بريطانيا على سبيل المثال تم تسجيلها أو تشخيصها بإصابتها بمتحور دلتا ونعلم جيدا بأن بريطانيا واحدا بين الدول التي وصلت إلى نسبة كبيرة من التلقيح يعني 70% فما فوق وهي متخوفة من هذا المتحور هل هنا نطرح سؤال فيما يخص فعالية اللقاحة ضد هذا المتحور هذا المثال هذا المثال واضح بالنسبة لأهمية اللقاحة تلقيه بريطانيا كانت من البلدان الأكثر وماذا لأكثر تضررا بسلالة المتحورة لا لا قبل سلالة المتحورة أكثر تضررا لا 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 شفيت في الخريف الماضي اللي كانت بالمئات الألاف تعالي الحالات وألاف لنتعى الضحايا وحتى المنظمة الصحية تها كانت كما يقولون خلاص نهارت هذا كل وقت بدأت تلقيه وكانت من البلدان الرائدة في التلقيه وش نقدرون نستخلصوا من العمل الألاف هو أنه اللقاح مهما يكون سلالة المتحورة وهذا ثبت من طرف المخابة وثبتناه في بريطانيا أنه بالرغم من أن الحالات حاليا تلحقت حتى 30 ألف حاليا ولكن بالمقابل عدد الوفيات عدد قليل وهذا هو الهدف انتاع التلقيح بأي مرض في أي مرض هدف التلقيح هو شوه ما شو باش ما يكونش عندك الإصابة هدف التلقيح وباش نتفاده قبل الوفيات نتفاده الحالات الخطيرة في المرض هذك الحالات المستعصية اللي روحوا الإنعاش والوفيات وهذا هو الصح خاصة عند الناس الكبارة وعند الناس لديهم أمراض مزمينة حتى ونديروا مثلا نفس الشي بالنسبة لأفليوز الموسم حتى ونديروا كما يقولوا عدوة تكون عدوة بسيطة وهذا هو الهدف انتاع اللقاح في انتظار التأقلم بالنسبة للمخابر مع سلالات المتحورة خطر كائن حال حالين عملوا باش هذا اللقاح إما نزيد له في جرعة أخرى إما نحوله وباش يكون فيها أكثر أكثر كما يقولوا فعالية وراء نشوفه قلتك الفعالية هي عدد هذا الوقت كانوا بالآلاف بريطانيا قبل ما تمشي في عامة تلقي ألاف ضحايا أظروا كراها حاجة قليلة عشرين ثلاثين ضحايا في اليوم هذا في بريطانيا على سبيل المثال فقط على كل متحور دلتا اليوم قضية سرعة انتشاره قضية تخيف أكيد الجهات الصحية في مختلف دول العالم لكن هل له هو نفسه مع كوفيد-19 والتحول الأخرى في قضية شدة المرض لا هو ما كشفه كبير الأعراض نوعا ما مختلفة في عود فقد الحاسة للشم والذوق والعيا ذاك الكبير والحمة الأعراض التي تقدر تكون هذه الأعراض الأعراض التي في الواجهة معه هو وجهة الراس هو الألم في الحنجرة ونيفليسيل هذه الأعراض التي يتميز بها سلالة دلتا بالنسبة لسلالة أخرى أخ طارق أنا اللي رح نطلب منك تدخل هنا رح نخرج بالكوفيد رح نتكلم كرئيس النقابة الوطنية اللي ممارسي لأخي الصحة العمومية في حادثة خطيرة لصرات مذو يومين في الوادي بالنسبة لأخي الصائيين في الصحة العمومية اللي في الخدمة المدنية والاعتداء عليه كان اعتداء 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 اللي نند به كثير اعتداء في السكنات الوظيفية اللي عدة سكنات اعتداء عليهم وخربت وصرقت وكان اعتداء حتى على كانت منهم طبيبة اللي كانت موجودة داخل السكنتها وهددت أنا كيما يقول سلكت مع دفعتها وغلقت اللي ببتحها اذا هذا الشي ند به وند به عدم وجود الأمن بالنسبة لهذه الأخي الصائيين اللي رأنا ننبعثوهم بالنسبة للخدمة المدنية على سبيل المثال هذا السكن بعيد على المقام العمل وثانيا ما كانش فيه الحراس في هذا كله الوقت وليسا زونت سيكوريتي ما كانش اي ان هذي الأخي الصائيين اللي يراهم يأديوا الواجب التام ونذكر بلي إلا الأخي الصائيين في الوضع الحالي إلا الأخي الصائيين الصحة العمومية اللي معنيين بالخدمة المدنية وكيما قلت فالوضع اللي يراه الجائحة اللي يراه فيه تضحية كبيرة للأخي الصائيين الصحة العمومية في الكوفيد والأغلب الكوفيد والأغلب ينتح من نساء من سوش الأغلب ينتح من نساء اللي يروحوا يأديوا الواجب هذا في الجهات هذه في الجهات الظل هذه ويتعرضوا لهذا الاعتدال الكبير ونوجهوا نداء بالنسبة للسلطات ولهذا لأن ما شفنا شرط فعل للأسف من عند السلطات المعنية للمزارة الصحة ومن السلطات وأمام هذا الاعتدال هذا ندوا به ونطلبوا من السلطات المعنية المحلية والرطانية ويوفروا الحماية لهذا الأطباء والطبيبات الذين يؤدوا الوجب في الجزائر في كل ولاية وبخصوص في ولاية الودي قضية وعي أيضا خاصة عند بعض المواطنين أنه إذا غاب الوعي بهذه الجائحة وتدبي الوقائية والاحترازية فينتشر المرض وإذا غاب الوعي أيضا بأنه هذه الناس، هذه الأطباء هم يحاربون ويكافحون الكوفيد في الجزائر ويساعدون أيضا ويساعدون المواطن الجزائري لتخطي هذه الجائحة فبالتالي نحن نتمنى أن يكون فيه القليل فقط الوعي عند من يقومون بها كذا الأخطار قبل يتحلوا أيضا ولا المجتمع الجزائري والاحترام الكبير اللي كان للمعلم وللطبيب هذا للأسف فرانا نشوفه بليه كما قلت مع هذه التغييرات بالنسبة في المجتمع هذا الشيء اللي مشى ولكن أمام هذه التغييرات المجتمع نطلبه السلطات العمومية تأدي الواجب إذا لازم يكون يكون عندهم ظروف عمل وظروف تعقامة هذه مسؤولية السلطات العمومية أمام تدهور كما يقولون المحيط في المجتمع المجتمع جميل دكتور محمد يوسفي نوصل أن الماكن العامة مشروع قيد المناقشة تصرفة سلبية واستهتار بالتدابير الوقائية مظاهر تزيد من تفاقم الوضع الوبائي ورحب مراتنا أخرى بدكتور محمد يوسفي رئيس مصلحة المرادة المعدية بمستشفى بوفاريك بالبوليدة لنبك مراتنا ثانية شكرا شكرا ورحب دكتور أيضا عمر شباطي إخصائي لمراضة صادرية والتنفس الذي اتحقنا بين اللحظة لنوصل النقاش في هذا الموضوع طبعا دكتور عمر شباطي صباحك سعيد وشكرا يخبركم الدعوة في البداية طبعا كوفيد-19 يعود لارتفاع وتسجيل إصابات مخيفة بمتحور دلت أيضا هذا المتحور الذي طرح العديد من علامات الاستفهام في العالم اللقاحات هل تفيد معه أو لا تفيد اليوم في الجزائر الوضع الوبائي أصبح مخيف هذا يمكن أن نقول في هذا الصدد شكرا بسم الله الرحمن الرحيم طبعا الخير عليكم الوضع الوبائي طبعا هو مخيف ومقلق مقلق هو يعني وش لازم نقوله مقلق ما وش مخيف لأن عرفنا أوضع وبائية أصعب من هذه ولكن لو نترك الأمور في هذا الطريق هذا اللي مشي عليه صحيح سيكون مخيف ومخيف جدا لو لم نتدرك الأمور في وقتها يعني الآن حالا حالا لابد أن تدخل التدابير اللازمة في مثل هذا الأوضاع تذكر هذه يزيد عن عام كنا في هذا البراطو تكلمنا في جوان الماضي عن الوضع تعجوان الماضي له شبيه نوعا ما به هذا الوضع اليوم وهذا الوقت كانت التدابير صارمة صارمة ولكن الآن نلاحظ بأن صارمة في مقاومة هذا الوباء على المستوى العمومي يعني بالنسبة للشارع الجزائري وبالنسبة لأماكن العامة ليست نفس الصارمة اللي كانت العام الماضي ولذلك أعتقد وأمام تراخي الكبير للمواطنين ولغير المواطنين يعني العامة على الشعب وغير العامة على الشعب التراخي الكبير اللي لاحظناه في كل مكان لابد أن نتدرك الوضع حتى الأعداد ما تكونش أكثر من هذا بكثير وبالمناسبة كل مرة نجوز معكم ولا مع وسائل الإعلام أخرى نؤكد على أن هذه الأعداد ليست الأعداد الحقيقية لأن الأعداد الحقيقية تكون أكثر من هذا بكثير والأسباب معروفة جدا معروفة لجميع الناس عندها علاقة بالتشخيص نتعى الوباء نتعى المرض تشخيص نتعى المرض لأن ما زالنا نحسبه غير بالPCR وهذا خطأ كبير لو نقوله للشعب الحقيقة كما هي بالعدد الحقيقي اللي رأنا نعالج وفيهم في المستشفيات وفي غير المستشفيات لأن المرضى رأوا في المستشفى وعدد كبير ما واش في المستشفى المستشفى يتخل غير الحالات المستعصية اللي تستحق الأكسجين للحالة صعبة جدا هذا كرأوا في المستشفى وكان عدد كبير قد يكون ضعفين العدد اللي رأهم موجود في المستشفى لنعالجوهم في البيوت نتعهم لأن الحالات تحهم ليست صعبة فلو نمد الأعداد الحقيقية اللي رحي مشخصة بالPCR أو بغير الPCR سترون بأن الوباء رحو يوميا أكثر من هذا الرقم بكثير ماذا يجب أن نفعل في هذه الفترة دكتور محمد يوسفي حتى لا نضع الوضع الوبائي يتفاقم أكثر ويصبح من مقلق كما قال الدكتور رمار شباطي إلى مخيف لا ولا كما قال دكتور شباطي وقلنا قبل القضية لازم الإنسان يدارك لازم الإنسان تكون وقفة أمام هذا الوضع الوبائي الوقفة هذه لازم نخاطبه الضمير تعلق الجزائرين تعلق المواطنين المسؤولية يتفكر المرض ويندم يتقاس به ولا يتقاس به العائلة وخاصة لازم تكون إجراءات صارمة لكل البلدان تعلق العالم اللي قلناها وعاونا قلناها أخذت إجراءات لكن موازاتا أخذت الإجراءات لمراقبة هذه الإجراءات الويقائية وهنا قلناها عدة مرات هنا لازم السلطات العمومية تقوم بالواجبتها راي عندها مسؤولية راح نقول السلطات عندها مسؤولية كبيرة ممكن نقول لك عندها مسؤولية أكبر من المواطن في هذا الوضعي لأنها هي السلطة المراقبة لا سبحان الله إذا ما كانش لمكانش مراقبة هنا خلاص رانا خلينا الأمر فوضى عامة مثل مثلا ما كاش أمن ما كاش مراقبة في الحياة اليومية بالنسبة للمواطن هنا تصبح فوضى عامة هنا راي صحة المواطن راي وهذا أمر تدخل فيه أمن البلاد هذا بسيكوريتي تعالى البلاد إذن لازم السلطات العمومية تقوم بالواجب بتاعها أمام كيف نشوف الناس يتصرفوا في المتاجر في أسواق الأعراس وراء نشوف في المستشفى عندنا عائلات كاملة رهم يجونا بعد ما حضروا في أعراس وحضروا في جنائز إذن النداء لسلطات العمومية هي الأولى اللي لازم تبدأ تتحمل مسؤوليتها جميل بدك أن نقول في الأخير الدكتور عمر الشباطي فيما يخص هذه النقطة قلت قبل قليلا الوضع مقلق قد يجب أن نفعل الآن حتى لا يتفاق مع الوضع أكثر ما الذي جعله مقلقا وماذا يجب أن نفعل حتى نوقف الأعداد الكبيرة المصابة بفيروس كورونا ولا ترتفع الأرقام أكثر أولا لابد نفهم بأن الوباء هذا والدكتور يوسفي أدرى بكثير من هذا هو أخصائي في الأمراض الوبائية والمعدية هذا الوباء عنده طريقة يسير فيها الفيروس عنده طريقة على التنقل لما كانت الأرقام مريحة شوية طلقنا كل شيء رخينا كل شيء حتى النظام لدرناه في معالجة الوباء في مقاومة الوباء على مستوى المستشفيات أو على مستوى المصحات أو على المستوى العمومي عند الناس بره طلقناهم وكأن الأمور قضينا على الوباء حتى أن بعض الأصدقاء وبعض الأطباء الفيرق الطبية في بعض المستشفيات ذهلت شوية زردات قالت لكرنا نجحنا ما نجحناش مدام كالحالات في الموجودة فالتنقل رح يقعد موجود والأعداد قد تزيد أولا لا بد كما قال الأستاذ يوسفي لازم أولا السلطات العمومية عاود تتخذ التدابير المقاطي الصارم لنعود إلى تدابير الحجر الصارمة التي كانت أنا لا أتدخل في هذا كل واحد عنده أنا طبيب نتكلم لك على الأشياء التي نقوم بها الطبيب الحجر قد يكون الحجر المنزل والحجر الجزئية والكلي رح نخلي الأعداد أنت عن الناس ليروحوا المستشفى تنقل تتنقص هذاك هو ما حاش تقضي على الوباء نهائيا ولكن ما يقضي على الوباء هو الالتزام الصارم بالتدابير الوقائية بالنسبة للمواطنين هذه واحدة التنظيم اللي درناه في معالجة ومقاومة وباء داخل المستشفيات لازم نعود ونرجعها العدد الأسرة الآن رأو غير كثير قلت لك البلح كنت أنا في المناوبة نشوف الأرقاء العدد اللي يجي للمستشفى عدد كبيرة مش ممكن مستشفى واحد ولا زوج يتقبل قاعدة الأعداد لازم تنظيم النظام اللي أنا دارينه داخل المستشفيات نتعنا لازم نحاود نشوفه لازم نزيد الأسرة اللي بها الأكسجين وكذلك نزيد عدد الأسرة نتع العناية المركزة أنا ما نفهمش كيفاش كما كنا في نقوله مثلا خمسين مريض في اليوم كما عدد الأسرة عدد الناس اللي يتدخل لإنعاش هو نفسه كما رأنا في 400 هذا خير معقول في أي بلد في العالم ما شفناش الأرقام تتزايد أنت عن الناس اللي رأي مصابها بالمرض وبالمقابل عدد الناس اللي يتدخل في العناية المركزة ما يتغيرش أنا رأنا نشوفه عدنا مشاكل كبيرة باش نحطوا مرضى تعنا في العناية المركزة عندي الآن عدنا الآن في المستشفى الإيراني نخذب فيها عدنا مرضى لازم نحطوهم في العناية المركزة ما كانش أم ما كانش نحلوا هذه المشكلة النهائية ما نبدأوش نديروا سياسة نرضي هذا ونرضي هذا وما نخلعش ما نحن نخلعه هذا وضع وبائي الناس رأي يتم ونظم ونصر رأي تموت لازم نحلوا المشكلة حالا بالنسبة للمواطنين لازم يلتزموا بالتدابي الوقائية رأي تخرج المرة كما قال الدكتور يوسفي نخرج من هذا الستوديو نروحوا لأي مكان ولا واحد رأي الانكمامة ولا واحد يغسل يده غسل يده لاني تكلموا عليها ترك تقطع للماء يوم كامل كيفاش تطلب المواطنين ويغسل يده باش يغسل يده إلا رأي يكمل يلم في الماء أو في داره يستعملوا أشياء أخرى هذا الشيء مبيعي لازم نعمل كل هذه الأمور كلها مرتبطة كيفاش تقضي على مرض وبائي وانت ما عندكش وسائل نظافة متقداش ولذلك لازم تدابي الوقائية الحجر ولا باشي الحجر الله أعلم معنا بليش لازم الحجر لازم نديره الحجر ما كاش لازم ولكن أنا نقول حاجة لو أن المواطنين وكل الناس كل الشعب تحتنا يلتزم بالتدابي الوقائية اللي كنت تعرفوها كاملكم أنا أؤكد لك باللي الوباء رح يتراجع جميل إن شاء الله أتمنى شكرا جزيلا لك دكتور عمر شباطي خصائل المراد الصادية والتنفسي وجودك معنا صبيحة شكرا اليوم كان بيودنا أن تلتحق منها لظروف خاصة بداية هذا النقاش حتى نفصل أكتر لكن فرصة أخرى إن شاء الله معك دكتور عمر شباطي شكرا شكرا موصول أيضا لدكتور محمد يوسف رأيش مصلحة المرادة المعدية مسلحة أبو فاريك شكرا شكرا أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في مهامكم شاهدين الكرام